هل تشترط نية التجارة عند تملك العروض أو عند تملك الأموال يعني إذا تملكت مالا هل تشترط نية التجارة في هذا المال من أجل أن يطلق على هذا المال عروض تجارة وتجب فيه زكاة والجواب اختلف فيه أهل العلم اختلفوا في اشتراط نية التجارة عند تملك المال أو عند تملك العروض على قولين القول الأول قالوا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه لهذه العروض أن هذا المال للتجارة يبقى القول الأول نعم يشترط يشترط حين أمتلك مالا أو عروضا يشترط من أجل أن ينسحب عليها حكم عروض التجارة وتجب فيه زكاة يشترط أن أعقد النية عند تملكه لهذا المال أن هذا المال معد للتجارة هذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة هذا من رحمة الله وفضله سبحانه بل هناك من حكى الإجماع على ذلك مستدل بحديث عمر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقالوا الحديث حديث عام والتجارة عمل فتدخل في هذا الحديث يجب اقتران النية بالمال كسائر الأعمال يجب أن أقرن النية مع أي عمل أعمله فالعروض معدة في الأصل للاستعمال أي عرض أرض عقار ماشية أي عرض في الأصل معد للاستعمال إما أن يكون هذا الاستعمال اقتناءا شخصيا وإما أن يكون عرضا للتجارة فلا يصير هذا المال عرضا للتجارة عند الأئمة الأربعة إلا بعقد النية على أن هذا المال للتجارة يبقى هذا هو القول الأول تشترط النية في عروض التجارة من لحظة تملك المال أو العرض الذي سأتاجر فيه القول الثاني قاله لا يشترط لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه لهذا العرض أنه للتجارة وهو رواية عن الإمام أحمد واستذلوا بنفس الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى واستشهدوا بأنه إذا نوى بها التجارة تكون للتجارة إذا نوى بهذا العرض التجارة تكون عروض التجارة وتجب فيها الزكاة وهذا أنفع للمسلمين فإذا نوى الإنسان في أي لحظة من اللحظات التي يمتلك فيها العروض أن هذه العروض للتجارة تجب عليه الزكاة أما إذا نوى أن هذا العرض ليس للتجارة وإنما هو للاقتناء الشخصي فهذا تسقط فيه الزكاة أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لأن النية شرط في وجوب الزكاة فإذا كان للتجارة بغرض الربح وتحقيق النماء تجب فيه الزكاة وإذا زالت نية التجارة وكانت النية للاستعمال والاقتناء الشخصي فات الشرط وسقطت الزكاة هذا كلام واضح وكلام جميل ترجمة نانسي قنقر